السيد وزير الصناعة والتجارة دكتور أحمد سمير في هذا الإطار تركيز الصادرات عندي متركز في عدد من الشركات يعني نسبة كبيرة منه أقل من 10% من الشركات اللي بتصدر يعني الرقم اللي أنا بصدر به هو منتج أو طالع من 10% من عدد الشركات فأنا محتاج أشتغل أكتر على التسعين في المية اللي باقي اللي هو بيصدر بأرقام أقل بكتير لأن تقويته هي اللي حتقدر النهاردة أنها تزود لي الصادرات بشكل حقيقي في مجموعة من الصناعات قامت الوزارة أو مجموعة من القطاعات الصناعية قامت الوزارة بعمل دراسات عليها أن هي الصناعات أن أنا مقدرش أستغنى عنها أن أنا محتاج أشتغل عليها لها الأولوية بتحقق لي الأمن الغذائي بتحقق لي الاستقرار منها الصناعات الهندسية وبتحقق لي برضو أني لها فرصة كبيرة تصديرية صناعات الهندسية صناعات الكيموية مواد البنى صناعات الناسجية صناعات الغذائية وصناعات الطبية والأخشاب والأثاف طيب دي الصناعات المستهدفة في مجموعة الصناعات الكيموية الأثاف الأخشاب والنسجية دي كلها والأدوية دي كلها صناعات المستهدفة في الفترة المقبلة بالدعم في الجلسة النهاردة اللي هي كانت جلسة الختمية قبل إعلان التوصيات لها أيضا كان في نقاش مهم جدا بين المصنعين وبين الحكومة سواء المؤنس أحمد سمير أو أيضا السيد رئيس الوزراء